أصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 63 شخصاً من بينهم 48 طياراً في سلاح الجو التركي بذريعة الانتماء لتنظيم إرهابي شهدت الأشهر السبعة الماضية التي أعقبت إلغاء الطوارئ في تركيا فصل 1076 جندياً من الجيش التركي في إطار اتهامات بدعم محاولة الانقلاب التي وقعت قبل عامين جاء من بين المفصولين 624 جندياً بالقوات البرية و107 جنود بالقوات البحرية وجاء أيضاً 345 جندياً من القوات الجوية